سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمكتبه بقصر الوادي سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة بحضور ممثلي الأندية الملتزمة وخلال اللقاء تسلم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة التقرير النهائي المتعلق بمستحقات الرياضيين من قبل لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية وذلك بعد أن أنهت لجنة فضل منازعات الرياضية كافة أعمالها بالنظر في المنازعات المرفوعة لها والمتعلقة بمستحقات الرياضيين خلال الفترة السابقة والذي خلى من وجود أي مطالبات من الرياضيين على الأندية العشرين حيث حرصت هذه الأندية إنهاء كافة المتطلبات والتزام بالمعايير الخاصة بصرف المستحقات وفق موازناتها السنوية واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من سعادة الرئيس التنفيذي نائب رئيس لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية حول عمل لجنة فض المنازعات الرياضية والتي باشرت أعمالها خلال الفترة من السادس وحتى الرابع عشر من ديسمبر الجاري وحسمت خلالها 184 منازعة رياضية عرضت عليها وذلك بعد الاجتماع مع الأطراف المعنية من ممثلي الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية إلى جانب اللاعبين والمدربين والإداريين وأشهد سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجهود لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية والتي عملت على متابعة ملف مستحقات الرياضيين بالصورة التي تحقق مبادئ النزاهة في المجتمع الرياضي البحريني موجها سموه بالبدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة لإنهاء الملف بصورة حاسمة وتسليم المستحقات المالية للجميع في أسرع وقت ممكن كما أوصى سموه بتفعيل الدور الرقابي للهيئة العامة للرياضة على عمل الأندية الوطنية وتعديل الأنظمة واللوائح بالشكل الذي يحفظ الحقوق المالية لمختلف العاملين في القطاع الرياضي من جانبه ثمن سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على إعادة متابعة ملف مستحقات الرياضيين وإنهائه بشكل تام وذلك من أجل المضي قدما نحو مرحلة جديدة تطبق مبادئ الاحتراف وتضمن حقوق الرياضيين وأعبر سموه عن شكره وتقديره للجنة فض المنازعات الرياضية على الجهد الكبير التي قامت به في متابعة القضايا التي أحيلت لها وأصدار القرارات المناسبة التي تصب في تحقيق مبدأ العدالة الرياضية وإزاحة كافة الخلافات بحيادية واستقلالية تامة لقاء نعتبر لقاء أخوي لقاء وسام على قلوبنا هنا كأندية اليوم نحس أن هناك شخص وجوده اهتماما أول بأول سموه شيخ خالد عندما جاء إلى النادي حسنا أنه الحمد لله هنا في أمان وحسنا أنه هناك شخص اهتماما بشؤون الرياضة نعرف أنه اليوم نحس أن هناك جهة بتراغبنا جهة تحاسبنا أول بأول فهذا الشيء طيب يعني بيكون جميع الأندية بتكون ملتزمة فبيقل الأمور اللي هو مثل ما تقول الديون على الأندية كلمة شكر لسموه لمتابعتها لجميع الأندية وهي شيء جيد والبادرة سموه بتكريم الأندية أعتقد هذه بادرة تستحق كل ثنوة نحن محتاجين لدعم هذا لأن الدعم هذا 100% بيرفع معنويات السوقان الإداريين أو العاملين في الأندية نفسها مجالس إدارة الأندية محتاجة للدعم المتواصل وكلما حسيت أن هناك أحد يتابع إياها أكيد 100% أننا ننجز أكثر طبعا اللقاء سموه شرف لنا جميعا ويعني حرصه شخصيا على اللقاء بنا في ظل ظروف الكورونا طبعا هذا يثمين جدا جدا من قبل جميع الأندية المشاركة طبعا سمو الشيخ خالد وجوده إن شاء الله رح يكون دعم إلينا لكل الأندية الموجودة ويدفع إلينا للأمام من أجل الارتقاء بعمل الأندية خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر